صباح الخير طلاب الصف الأساسي التاسع في المدرسة الوطنية الأمريكية درسنا لليوم في مادة الجغرافيا هو الزراعة في العالم العربي أهداف الدرسية في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلم قادرا على أن يحدد سمات المشكلة الزراعية في العالم العربي ويحدد أسباب المشكلة الزراعية في العالم العربي من فضلكم افتحوا الكتاب على الصفحات التالية 242, 243, 244 نبدأ بسمات أو مظاهر المشكلة الزراعية على الرغم من بعض النجاحات المحدودة لبعض الدول العربية في تطوير القطاع الزراعي لا يزال يعاني مشكلات عديدة تتجلى سماتها من خلال تدني معدل الإنتاجية الزراعية في العالم العربي مقارنة بالإنتاجية العالمية عدم توصل العالم العربي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية استمرار العجز في الميزان التجاري الزراعي واستمرار الفجوة الغذائية في العالم العربي واحتمال ضعيف لانخفاضها في وقت قريب فما هي الفجوة الغذائية؟ الفجوة الغذائية هي الفرق الحاصل بين كمية الغذاء المنتجة محلياً وكمية الغذاء اللازمة للإنتاج المحلي ننتقل إلى أسباب المشكلة الزراعية في العالم العربي تعتبر المشكلة الزراعية في العالم العربي من أخطر المشاكل التي تواجهه وتعود أسباب هذه المشكلة إلى النقص في مساحة الأراضي القابلة للزراع نظراً إلى سيطرة الصحراء على مساحات واسعة من العالم العربي النقص في الموارد المائية وسيطرة طرائق التقليدية في الري في معظم الدول العربية وانعكاس ذلك على مساحة الأراضي الزراعية المروية النقص في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة ويظهر ذلك من خلال قلة الآلات الحديثة المستخدمة في العمل الزراعي مثل الجرارات والحاصدات نتابع بأسباب المشكلة الزراعية في العالم العربي ضعف التنسيق بين الدول العربية في مجال التنمية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى تشابه الإنتاج الزراعي فيها واشتداد المنافسة بينها ضعف الإرشاد الزراعي وقلة مراكز الأبحاث الزراعية وضعف الإنفاق عليها الآن السؤال هو اقترح بعض الحلول لتخفيف من المشكلة الزراعية في العالم العربي الإجابة هي إدخال أساليب الري الحديثة ومعالجة التصحر بالتشجير الآن يجب أن ننظر إلى الخريطة بشكل جيد هذه الخريطة موجودة في الكتاب على الصفحة 245 السؤال الأول هو أذكر أربع دول عربية أفريقية تنتشر الزراع البعلية في أجزائها الشمالية الإجابة هي ليبيا، جزائر، تونس، والمغرب السؤال الثاني هو تنتشر الرقعة الزراعية المروية بشكل أساسي في العالم العربي فيه المنطقة الساحلية، المنطقة الداخلية، أم حول أوضية الأنهار الإجابة هي تنتشر الزراعة المروية بشكل أساسي حول أوضية الأنهار السؤال الثالث هو ما هو السبب الرئيسي للمشكلة الزراعية في العالم العربي؟ اتساع الرقعة الصحراوية، أم قلة المساحات المروية، أم سيطرة المراعي؟ الإجابة هي السبب الرئيسي للمشكلة الزراعية في العالم العربي اتساع الرقعة الصحراوية الرجاء حفظ صفحة 242 243 و244 وأتمنى لكم نهارا سعيدا ترجمة نانسي قنقر